وليس من باب ناس جديد شيخنا تسأله وتقول طيب وجماعة فيه تأثير شارع مثلا لمثل هذين مبادرات او المقالات التي يعني نتمنى ان تتحقق في كل الدول الاسلامية ونقصر الموضوع الشارع عم بحس ان يبقى فيه تبقى دي مبادرة خير لباقي الدول ان هي تبدأ تستمع ابنائها دائما مثل هذه الاجراءات تبدأ اولا من اشخاص اهل خير تسعى في هذا الامر وهذا ما حصلش من التماس من المحكوم عليهم بالمناسبة يعني اللي حصل غالبا في مثل هذه الدول كالتالي بيبدأ يتحرك اهل الخير في المجتمع الذين لهم صلة بالحكم او بالحاكم دول عيالنا وعيالك وعيال البلد كلمة عيال دي عندهم اولاد ايو صحيح عيال دي يعني مش عندنا عيال اللي هو عين لا بس حاجة تفهم زيك تلاقي يقولك عيال فلان عيال فلان على العائلة الحاكم ايو ايو فالشاهد المقصود هنا ده دور مجتمعة ثم يوافق حاكما لديه هذه المساحة من انه يسمع الاول ثم يفكر ثم يرى ان القرار ياخد القرار لتلتائم لحمة المجتمع انما الازمة اني لو حاكم عمل العكس وتجبر وجد من حوله يقول له يستهلو افعل اعمل اه شوف اللافتة التي علقت على عودة الناس لافتتين والفتة للنظر اولا لافتة تشكر امير الكويت على العفو امير العفو ايو شكرا امير العفو تمام واللوحة اللي جنبها حسن الاستضافة شكر الاردوغان وتركيا ايو على حسن الاستضافة تمام الملمح الاهم في ده اني طيب هو كان امير لكويت ما جاتش ولا مناسبة ولا الدولة الكويتية هل ما جاتش اي مناسبة الدولة الكويتية ما كانش تقدر تطلب من تركيا تسليم الناس اللي محكم عليهم دون ممكن هل حصل لا كلنا سمعنا لو كان حصل انا انا مش بقولك بدافع دول كويتية انا بقولك بس في مبلغ علمنا ما حصلش هل اتطلب من ده ما اتطلبش ليه لاني خلاص مش المسألة ما اتخذتش مساحة عداء يا يمحونا يا نمحيهم ناس عارضت وفعلت فعلا اتحكم فيه بالقضاء بدون بانقاش في التفاصيل خلاص وخرجوا وما كانش قادرين الدولة الكويتية تصدر قرارا بعدم بمنع من الصفر لكل نزم للأحكام طول ما لا دا شغال قادرين يدراجوا على قاوم الممنوعين من هنا ما يدراجوا انا برضو ما بقولش ده ما دافع دي ما انا بقول يا جماعة في سلوكيات في الدول بتنم عن ان دي دول صحيح دول بتحكمها علاقة من الشعور المبادرة الجميلة دي ده لي بصدوا المبادرة دي اخر حاجة فيها اه انما قبلها ارجع فيه تفاصيل هل تم التنكيل باهالي هؤلاء الناس لا برضو ما بمدحش في ان يا جماعة ما بقولش انا بكلم خلونا في الاحكام مش هنتكلم فيها عدل ام غير عدل حق ولا مش حق ما بلكلمش فيها انا بكلم على سلوك خلقي تم مع مواطن اتحكم عليه بالقضاء بحكم ايه لم يتم ادراك بنشرة حمرة في الدول عشان ما يسافرش مينوش مال اه ما تطلبش من الدول اللي عندها ان نتسلمه ما ابعتش ناس من مخابرات من دول تقتله ما ابعتش ما تعملش تفاصيل كثيرة تتكلم فيها اضافة لان حتى لو انت لقاش تحد كويتي يقولك لا بس عملوا في الناس دي ماشي الكن دي على جنب اه انت عشان تشايف دي بالنسبالك يعني حاجة بيلي اني مش دي علاقتكم بالمجتمع والدولة ان الحاكم في المجتمع الكويتي لا في مساحة اكبر من كده مثلا لكن بنتكلم في ان كل ده لم يحدث لم يحدث ده بيديك نموذج ليه الناس الان ليه الانسان الكويتي بتجد عنده هذا الاعتزاز بكمية المساحة من الحرية والمساحة من انه هو اه ما عندوش الخوف في انه يعبر عن الرأي ايا كان رأيه حتى تلاقي واحد كاتب مقال ديني وبيهاجم في المتدينين في موقف ديني معين بتلاقي ده ايوه طبعا مش حاجة محببة لكن في النهاية مش حاجة محببة دينا لكن هو بالنسبة لك بيبقى مؤشر انه متاح مثل هذه القضاء متاح مثل هذه المساحة المقصود في ده يا جماعة قدر ما يكون المجتمع قويا متماسكا مع مؤسسة الحكم في مساحات معينة لدى تجوازها على قد من المجتمع بيقى فيه مساحة من الأمان والضمانة ايوه في اني الناس وعلى فكرة العفو ده كان بيتم فيه كلام من أيام الأمير السابق مش من دلوقتي مش عغالين في الملف من بدري من بدري أيام الأمير السابق لازميق الشيخ صباح لأ كان فيه كلام فيه ايوه عن العفو واني فيه عفو يا صواز وكان بيتم من الأول حكم ما طلع ايوه اني فيه دراسة إنه ما فيه عفو وإن يعفع عن أنا أعز أقولك إن النقاش مفتوح لكن النقاش مفتوح من إمتى من كذا سنة معناه في سعي من كذا سنة عشان إيه عشان إنهاء ملف الناس عليها أحكام وهي خارج البلاد لهم أهل محرومين وده اللي قال الله جمعان الحربش في إني أهلين يمكن معاناتهم قد أكتر منا تمام صح لكنها تلا ما اتمنعش أهل إن يجوا تركيا زروه طبعا ما بقولش إن لا والله الحميد ربنا آه ما نحمد ربنا على كل شيء على الصراء والضراء بس بكلف إني من شاف بلوة غيره وتون عليه بلوة مقابل شفت خير الناس في بلاد وفي بلادنا ما بتزررش بلوة ثلاث سنين واربع سنون وخمس سنين ما سمعش ما شافش الشمس وبرضو ما تقارن تجد المقارنات إذن المهمة في هذا الأمر تعود إلى المجتمع القوي وأهل الفضل والعدل فيه في كل زمان دائما من يحرك الماء الراكد فيه هذه الملفات هم أهل الخير في أي مجتمع شفنا ده من أهم في تاريخ السنة النبوية في الزمان الموجود حاليا أنا أشهد حضرت مع الشيخ القرضاوي سعي لإفراج عن ناس محكومة بالعدام كانوا عنده القزافي والعجيب والواحد يشهد مات الآن عند الله سبحانه وتعالى قبل قبل عفوش قبل وأسقط أحكام الإعدام ومن يحكام الإعدام ظلم أيضا يعني في النهاية لكنه كان قادر يقتل كان قادر يشنه ويموت قال طبس على شرط الشيخ القرضاوي يكتب لي طلب يعني هو يعني يقدر هيبة العالم يعني أو عايز بقى ياخدها إعلاميا سياسيا ما عرفش من من العفو وتم العفو وخرج عدد من الناس اللي النهاردة هتلاقيهم قد تجي منه نواب أو في الدولة أو في مناصب أو أمين يعني حرا طليقا في أمان يعني مأمون في حاله ده اللي نقصده إني السعي في فك أسر الناس في تفريج كربات الناس في التخفيف عن أزمات الناس ده كلام طبعا مهم في غاية الأهمية بالنسبة لي الإنسان خاصة اللي يشعر بألم الناس اللي يشعر بألم الناس هذا إنسان في داخله رحمة وإنسانية وإسلام ودين نعم إنما اللي لا أفرم امحي فض موت اقتل اشنق بين يا عادي قابل ربنا بكل ده إذا كان يؤمن بأن هناك إله سيحاسبه صحيح إن اللي يؤمن فيه إله وحساب اللي يمكن يقول الكلمة دي مظبوط لا يمكن قولا وحيدا لا أحكو بذلك بكفة الإنسان اللي يقول الكلمة دي لأنه أكلم في إني اللي يخاف ربنا ما يقولش كلمة دي أيها صح جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم فضلت الشيخ عصام إذن مشاهدين الكرام كما قال النائب الكويتي وهو يتحدث أو المواطن الكويتي وهو يتحدث كانت هذه هي البداية وهناك أفواق بإذن الله عز وجل ستعود أيضا إلى أراضي الوطن ونسأل الله عز وجل أن يعود كل مهجر إلى بلاده ينفع أهله وينفع ناسه وينفع بلده وينتج في هذه البلد ويخرج ما عنده من خبرات لبلده الحبيبة التي تربى على أرضها خيرا مشاهدين